شو الأعمال الخاصة بشركة إيجل فيلمز اللي رح تبصر النور خلال شهر رمضان المبارك؟ أعمال إيجل فيلمز الشهر الفضيل أولاد آدم اللي هالعامل حيكون مميز بطرحه ومميز بفكرته جديدة اللي هي بتلمس الواقع اللي نحنا عايشين فيه بطولة النجوم مكسيم خليل، ماجي بغصم، قيس شيخ نجيب، دانيالة رحمة ووجوه كتير كبيرة من لبنان إخراج اللي يسحجوا كتابة راميكوسا هل الأعمال اللي رح تنعرض جرى الانتهاء من تصويره أو بعد؟ مع الحرام لك انتهينا تصويره وأيضا مليار ريال أولاد آدم عاد عنا إن شاء الله 10-12 يوم ومنخلص تصويره وبإذن الله بكون محنا جاهدين من السعودية معنا مليار ريال بطولة النجمة المحبوبة هاي الشعيبي إخراج أسد فلدقار وأيضا من الكويت حيكون عنا مع الحرام لك إخراج خالد جمال ونجوم كتير لأن هالعمل كل قصة هو تجد حلقات فبتمنى إينا العجاب كوني رمضان كريم أي أعمال جرى تأجيله؟ بالنسبة لأعمال تأجلت في شهر رمضان كانت منفروض تنزل هي دفعة بيروت اللي هل عم نصوره بس ما حان إذا نزله نحن بمحطة الأم بي سي اتفقنا إنه يتأجل عمله بعد رمضان والأم بي سي هي اللي بتطرر انتي مادة تنزله وأيضا مسلسل دون تيل اللي هو بطولة سيرين عبد النور محمود نصر صارة بكنعان زينة مكة سلو محداد ونجوم كتير كبار إخراج المسنة الصبح أيضا هالعمل اليونيك والحلو فحيكون خارج السباق رمضاني أيضا وحيكون أيضا محطة الأم بي سي هي اللي بتقرر انتي مليكون ومستمر في تصويره نحن اليوم بيظل هايدي الأوضاع هل شركة إيجل فيلم بزا تكبرت لكتير من الخسائر المادية؟ بيظل هالظروف اللي مرعينا فيها أكيد شركة إيجل فيلم وشركات الإنتاج كتير كبدنا خسائر أكيد لأن وقف العمل عنا نجوم عنا كرو من خارج لبنان قاعدين بالقتلات عنا المخرجين في كتير كان أشياء بوقفنا 45 يوم تصوير وأيضا في الأشياء الصحية اللي نحن كنا تأيدنا فيها من قبل وزارة الصحة كفحص الكورونا كتعقيم كرش كل مبنى بدنا نفط له نشتري مسكات لبز وإلى آخره أكيد كان فيه خسائر بس ولكن كله بينفدى بصحة النجوم وكل الناس اللي معنا من وجهة نظر حضرتك الدراما العربية إلى أين بيظل هالظروف الراهنة؟ أكيد الدراما حتظله لأنه التلفزيون ما بتوقف عند هالحد هاد أكيد حيكون فيه إذا ضل الأمور الله سمح الله أنا إن شاء الله مش شايفة هيك لأن دائما الإنسان يزم يكون عنده أمل لا بإذن الله حتكون أحسن بس هيكون فيه صعب يعني تصور برياحة بأماكن نحنا كملنا تصوير لأنه قرادة كنا عم نصور عم نكملنا أعمالنا بس هل هندخل أعمال جديدة والوضع مش نبين مساحة التصوير حريتك بالتنقل التجمعات نحنا كتير اختصرنا بالأيام عم نصورها هلأ بمجميع كبيرة بكروع من الممثلين حجرناهم بأماكن معينة حيكون فيه أكيد شوية لخبة طب مش بس عنا بالعالم العربي بكل الكون حتى بأمريكا كل الأعمال وقفت كل كل everywhere فإن شاء الله هالأزمة بتحل على بكير وبترجع الدورة إلى ما هي قبل الكورونا فرمضان كريم تنعد عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر